قصف الإعلامي الجزائري حف الدراجي مجموعة المنتخب الوطني ككل من طاقم فني ولعبين بعد الخسارة المهزلة ضد منتخب غينيا وقال الدراجي في منشور أول له ساخرا من الخسارة لو تعمد لعبو المنتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا لما لعبوا بهذا الشكل التعيس والمثير للاستغراب وكثير من علامات الاستفهام ثم أضف معالق البيينسبورس في منشور آخر ويستمر تراجع للأسف قائلا خسارة منطقية للخضر أمام غينيا في الجولة الثالثة من تصفية كأس العالم 2026 بعد شوط أول ضعيف لعبناه دون قلب هجوم وشوط ثاني تعيس لم أفهم كيف لعبناه فريقنا لعب بدون هوية ولا روح ولا عزمة وكان ضعيفا فرديا وجمعيا بدنيا وفنيا وتكتيكيا على مستوى كل الخطوط صحيح أن العهد الجديد يحتاج إلى نفس جديد يأتي مع الوقت والجهد والصبر لكن يتطلب مزيد من الجرأة من المدرب وكثير من العزمة والحرارة في أوساط اللاعبين الذين غابوا كلية اليوم بشكل غريب وعجيب ومحير ما رأيكم في مقالة وحفظ درجي شاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد